تركيا ترد على هجوم مصر بعد أن تعرضت لهجوم حاد من مصر وفرنسا واليونان ولواء مصري يرد على اعتراف إسرائيل بالهزيمة أمام مصر وصدمة تفاصيل إصابة مساعدة وزيرة الصحة المصرية بكورونا ومسؤول كبير بالدولة طبقنا الدواء الياباني على 65 حالة ومفاجأة تابع الفيديو للنهاية عشان تعرف التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بشرفيني ومنوريني في قناتكم في البداية حابين ندعي دعاء كده أن ربنا يرفع عننا البلاء ويخرجنا من فيروس كورونا على خير إن شاء الله وما حدش من أهالينا وحبابنا يتصاب بالفيروس وبرضو ما ننساش الضغط على زرار اللايك أسفل الفيديو والضغط على زرار الاشتراك الأحمر أيضا عشان يجي لكم كل جديد إن شاء الله على مدار اليوم واللي بيحب مصر بس هو اللي هيكتب في التعليقات تحت تحيا مصر تعالوا ننتقل لتفاصيل أول خبر معنا تركيا ترد على هجوم مصر بعد أن تعرضت لهجوم من حاد من مصر وفرنسا واليونان حيث اعتبرت الخارجية التركية بيان الإمارات ومصر وفرنسا واليونان وقبرص حول أنشطة تركيا في المتوسط دليلا على ازدواجية المعايير وجاء في بيان الخارجية التركية أن بيان وزراء خارجية مصر والإمارات واليونان وفرنسا وقبرص اليونانية حول حوض المتوسط دليلا على ازدواجية المعايير الذي تتبعه هذه الدول وأضافت أن تركيا أفشلت حسابات تلك الدول في السياسات التخريبية للاستقرار في الإقليم وتابعت بدلا من دخول الإدارة الحاكمة في مصر في حوار مع تركيا فضلت التنازل وعدم الدفاع عن حقوق شعبها ومصالحه في حوض المتوسط لصالح القوى الخارجية التي سمحت لها بالتدخل لا يوجد أي سبب غير العداء لتركيا يجعل الإمارات التي لا توجد لها أي علاقة بالبحر المتوسط جزءا من هذا البيان ودعت تركيا الدولي المواقعة على البيان الخماسي إلى التصرف بعقلانية ووفقا للقانون الدولي وقالت إحلال الاستقرار في المنطقة لا يكون بتشكيل تحالفات للشر بل من خلال الحوار والتعاون الشفاف والحقيقي ونددت مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات في بيان مشترك بشدة بما وصفته بالتدخل العسكري التركي في ليبيا وتحركات تركيا غير قانونية في المتوسط يعني تعقيب صغير على هذا الخبر أنا مش عارف تركيا بتدعو لاستخدام العقلانية وفقا للقانون الدولي عشان يعني يبقى فيه إحلال الاستقرار في المنطقة فيعني إيه التناقض ده يعني بتبعت مرتزقة على الأراضي الليبية عشان يضربوا في الجيش الليبي وتقول أنا عاوزة يبقى فيه استقرار في المنطقة شيء في منتهى التناقض أنا مستني رأي حضراتكم في هذا الخبر الهم والعاجل ولكن عاوزين نعرف يعني مصر وفرنسا والإمارات عملت ايه خلت تركيا تتنرفس كده وصرحت بهذا البيان ملخص البيان المصري الفرنس الإماراتي القبروسي إن تحركات تركية غير قانونية في المتوسط وفي النهاية برضو اعتبروا أن مذكرة التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وترابلس تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا كما تقوضان الاستقرار الإقليمي المصدر من صحيفة RT منتظر برضو رأي حضراتكم رأي حضراتكم مهم جدا في هذه الأخبار واتعالوا ننتقل لخبر تاني مهم جدا معنا ولواء مصري يرد على اعتراف إسرائيل بالهزيمة أمام مصر قال اللواء سامير فرج مدير الشؤون المعنوية في الجيش المصري إن تقرير لجنة إجرانات هذه المرة تحت عنوان التقصير يتحدث عن الجزء الخاص بالاستخبارات وأشار إلى أن التقرير الذي نشرته صحيفة هارتس وصف هذا التقصير بالخطأ المهن الفادح لأن إلياهو زعيرة إلي زعيرة مدير الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية لم يستخدم الوسائل المتاحة له لمعرفة توقيت الحرب وأعطت هذه الاستخبارات معلومات مغلوطة وغير صحيحة للقيادة السياسية مما ترطب عليه عدم اتخاذ القرار الصحيح والهزيمة وذكر فرج أن التقرير الماحة ولو بشكل غير مباشر لطبيعة الضور الذي قام به أشرف مروان لتضليل إسرائيل من جانبه قال اللواء محمد الشهاوي الخبير العسكري والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية إن لجنة أجرانات تكونت في نوفمبر 73 للتحقيق في القصور الذي تصرف به الجيش الإسرائيلي في حرب أكتوبر وترأس اللجنة رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية شيمون إجرانات وأوسط اللجنة بإقالة مدير الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إلياهو زعيرة ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي ليفي إليعاز وكذلك عددا من ضباط الاستخبارات ويرى الشهاوي أن التقرير يعد شهادة نجاح للجيش المصري في التمويه العسكري وأن هذا التمويه كان على مستوى الجبهتين البصرية والسورية حيث كانت هناك قطة خداع استراتيجي شملت عدة نقاط في اختيار توقيت ساعة الصفر وعلقت الباحثة المتخصصة في الشأن الإسرائيلي صارة شريف على تقرير صحيفة هارتس بالقول أن التقرير صدر عدة مرات قبل ذلك وكلهم تناولوا نفس المعنى وهو فشل الاستخبارات العسكرية في التنبؤ بحرب اكتوبر 73 قبل وقوعها وأوضحت أن خطأ الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وعلى وجه الخصوص خطأ رئيس الاستخبارات العسكرية إلي زعيرة يرجع في جزء كبير منه لأشرف مروان الذي زعمت إسرائيل أنها قامت بتجنيده لكن حسب التقارير فإن مروان أبلغ زعيرة بأن مصر وسوريا تستعدان للهجوم الساعة السامنة مساء فيما تم الهجوم الساعة الثانية ظهرا ورغم ذلك فإن زعيرة وحتى اليوم لأسباب غير معلومة تجاهل ذلك أو لم يتعامل معه بالحزر الكافي فيما منح فارق التوقيت القوات المصرية إمكانية تحطيم خط برليف وعبور القناة المصدر من RT منتظر رأي حضراتكم في هذا الخبر الهام جدا ويتعالوا لانتقل الخبر تاني في منتهى الأهمية ومسؤول كبير بالدولة طبقنا الدواء الياباني على 65 حالة ومفاجأة قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن التجارب السريرية والأبحاث التي تجرى في مصر بخصوص فيروس كورونا وصلت لمرحلة الدراسات الحيوانية قبل دراسات الإنسان سواء لإنتاج لقاح أو غيره وكشف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلام أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليته المزاع على شاشة صدى البلد أن المركز القومي للبحث طلبا أن علماء مركز التميز الفيروسي يكون لهم تصاريح للتحرك بأوقات الحظر مشددا على أن النموذج المصري لأبحاث كورونا يدعو للفخر بشهادة العالم وأضاف عبدالغفار أن علاج البلازما على مستوى العالم في علاج فيروس كورونا له طبيعة خاصة مشيرا أن العلاج الياباني تم تطبيقه على حوالي 65 حالة والنتائج جيدة جدا ونستخدم بروتوكول في تطبيق هذا الدواء يعتمد على حالات بمواصفات معينة ومصر كانت من أوائل الدول على مستوى العالم التي ترسل أبحاث لنتائج العقار المصدر من صحيفة الوطن منتظر رأي حضركم في هذا الخبر الهام والعاجل يعني بشرة صارة لكل المصريين أن خلاص قربنا نوصل لعلاج لفيروس كورونا في مصر تعالوا ننتقل لخبر تاني مهم جدا معنا وللأسف استشهاد شاب من سيناء اختطفته جماعة إرهابية أعلن رجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني 48 عاما أن ابن أخيه عليان العرجاني سقط شهيدا على أياد العناصر التكفيرية في سيناء وأضاف إبراهيم العرجاني وهو أحد أبناء بدينة الشيخ زويد بمحفظة شمال سيناء وأحد الداعمين للدولة المصرية ومساندتها في تنمية سيناء يعتقدون بذلك أنهم كسروا شوكتنا يعتقدون بذلك أنهم كسروا شوكتنا قد علمتم وستعلمون إننا كسرنا ظهوركم وسنزيد من ألمكم ألما وسنزيقكم من الوجع ما تتمنوا فيه الموت وإبراهيم العرجاني أحد أبناء قبيلة الترابين ويمتلك عدة شركات للنقل ومؤسسات خيرية ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أبناء سيناء ورئيس مجلس أبناء مؤسسة سيناء للخروة التنبيع الاقتصادية ووقف العرجاني بجانب ضحايا العمليات المسلحة في مدينة الشيخ زويد من خلال مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية حيث قدم مساعدات مالية لأهاليهم وللمصابين في شمال سيناء إضافة إلى أنه يقدم دعما لدار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش والمسنين المصدر من RT وسائل إعلام بصرية منتظر رأي حضركم في هذا الخبر الهام والعاجل تعالوا نشوف مع بعض يعني النيابة العامة عملتين مع 24 شخصا أقاموا مباراة كرة قدم في الهرم أمرت نيابة الهرم بإخلاء سبيل 24 شخصا بضمان محل إقامتهم بعد إلقاء القبض عليهم مساء الأحد الماضي أثناء إقامتهم مباراة لكرة القدم بملعب بمنطقة اللبيني بالهرم وطلبت النيابة من الأجهزة الأمنية وإدارة البحث الجنايب بمديرية أمن الجيزة التحري حول الواقعة وألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على 24 شخصا خلافوا قرار مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين ومنع التجمعات للحد من انتشار كورونا وذلك لتنظيمهم مباراة بكرة القدم في أحد الملاعب بشارع اللبيني بمنطقة الأهرام بالجيزة المصدر من RT وانتظر رأي حضراتكم في هذا الخبر جينا لنهاية نشرة الأخبار كان معكم إسلام فويس أوفر على قناتكم مصري ميديا آي إي بي ما تنسوناش بالضغط على زرار اللايك أسفل الفيديو وزرار الاشتراك الأحمر أيضا عشان يجيلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته